السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة أبنائي الطلاب اليوم رح يكون عندنا نموذج اختبار الفصل الدراسي الثاني الصف الأول المتوسط مادة الرياضيات نبدأ بالسؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات التالية من البيانات بالجدول اكتب نسبة الفوز إلى جميع المباريات في أبسط صورة عدد مباريات الفوز هي عشرة جميع المباريات ثلاثين إذن بيكون عندي عشرة قسمة ثلاثين أبسط صورة بالقسمة على عشرة القاسم المشترك الأكبر يساوي واحد على ثلاثة إذن الإجابة الصحيحة هي ألف السؤال الثاني حدد أي النسبة التالية متكافعة بإمكاني عن طريق الضرب التبادلي أو عن طريق التبسيط ثلاثة منقدين لكل ثلاثين سباح ستة منقدين لكل ستين سباح بإمكاني بهذه الطريقة ثلاثة ضرب ستين ستة ضرب ثلاثين ثلاثة ضرب ستين مئة وثمانين ستة ضرب ثلاثين أيضاً مئة وثمانين إذن هذه النسبة متكافعة إذن الإجابة الصحيحة ألف طبعاً بإمكاني بنفس الطريقة للتأكد عشرين ضرب ثلاثة ستين خمسة عشر ضرب خمسة خمسة وسبعين وأيضاً بإمكاني أرباط عشر مختلفين طبعاً إذا كان الناتج متساوي إذن متكافية أرباط عشر ضرب ثلاثة ثنين واربعين وعندي أربعة وعشرين ضرب اثنين ثمانين واربعين مختلفين أيضاً عندي عشرة ضرب ثلاثة ثلاثين أطنعش ضرب اثنين أربعة وعشرين مختلفين إذن الإجابة الصحيحة هي ألف سؤال ثلاثة إذا كان ثمن ثلاثة لتر من عصير البرتقال أطنعش ريالاً فما ثمن خمسة لتر وفق المعدل نفسه إذن بيكون الثلاثة ثلاثة على أطنعش يساوي خمسة على سين بهذا الشكل أو إنه نجيب اللتر الواحد بكم يساوي بإمكاني عن طريق بالقسم على ثلاثة واحد على ثلاثة أربعة اللتر الواحد بأربعة ريالات أو بإمكاني عن طريق الضرب التبادل بيطنعش ضرب خمسة ستين وعندي ثلاثة ضرب سين ثلاثة سين قسم الطرفين على ثلاثة سين تساوي عشرين إذن ثمن خمسة لتر من العصير بعشرين ريال ننتقل الآن إلى سؤال أربعة حل التناسب أربعة على خمسة يساوي سين على ثلاثين نضرب ضرب تبادلي خمسة ضرب سين خمسة سين أربعة ضرب ثلاثين يساوي مئة وعشرين نقسم الطرفين على خمسة على العامل إذن الناتج يساوي أربعة وعشرين إذا قسمنا مئة وعشرين على خمسة يطلع عندي أربعة وعشرين بإمكان الطالب أو الطالبة عن طريق القسمة المطولة الخمسة فيها الاثنعش فيها كم خمسة فيها ثنين ثنين في خمسة عشرة اطنعش ناقص عشرة اثنين وننزل الصفر عشرين قسمة خمسة يساوي أربعة أربعة في خمسة عشرين وهكذا إذن الناتج هو أربعة وعشرين سؤال خمسة يستطيع خالد طباعة مئة وخمسين كلمة في ثلاث دقائق فما عدد الكلمات التي يمكن طباعتها في عشر دقائق بالمعدل نفسه أيضا نقول له مئة وخمسين قسمة ثلاثة يمكن أن أجيب معدل الوحدة بالقسمة على ثلاثة بالقسمة على ثلاثة يصير يصير عندي خمسين على واحد خمسين كلمة في الدقيقة في عشر دقائق نضرب هذه في عشرة وهذه في عشرة بيكون عندي خمسمائة على كم على عشرة في عشر دقائق إذن الإجابة هي جي وبإمكاني عن طريق التناسب نقول له طبعا مئة وخمسين على ثلاثة يساوي سين كم عدد الكلمات في عشر دقائق ونضرب طبعا له العشرة في المئة وخمسين ألف وخمسمائة ثلاثة في سين ونقسم الألف وخمسمائة على ثلاثة يعطيني خمسمائة معدل الوحدة خمسة وثلاثين كيلومتر لكل خمسة لترات خمسة وثلاثين لكل خمسة لكي نوجد معدل وحدة لابد أن يكون المقام يساوي واحد فنقسم البسط والمقام على خمسة خمسة وثلاثين قسمة خمسة يساوي سبعة خمسة قسمة خمسة واحد إذن معدل الوحدة هو سبعة على واحد إذن الإجابة هي جين ما المسافة الفعلية بين مدينتي أبو طبي والعين إذا كانت المسافة على الرسم ثلاثة سانتي ومقياس الرسم الواحد سانتي يساوي أربعين كيلومتر فنقوم بضرب الثلاثة سانتي ضرب أربعين يعطيني مية 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 وعشرين كيلومتر على المسافة الفعلية أو على الواقع إذن الإجابة هي دال ننتقل الآن إلى سؤال ثمانية أوجد عامل المقياس إذا كان مقياس الرسم واحد سانتي يساوي أربعة متر كيف نوجد عامل المقياس لابد أن يكون عامل المقياس له الوحدة نفسها للبسط والمقام عندي الواحد سانتي على أربعة هنا طبعا إذا كان هنا سانتي وهنا متر نحول المتر نحول المتر إلى سانتي إلى أربعة متر في كم سانتي نضربها في مية فيصير عندي واحد أربعة ضرب مية أربعة مية فهذا الآن صار سانتي متر وهذا أيضا سانتي نفس الوحدة مقياس الرسم لابد أن يكون له نفس الوحدة للبسط والمقام إذن واحد على أربعة مية الإجابة هي فقرى دال ثمنتعش قدم يساوي يارد عطني الآن بين خواسين الواحد يارد يساوي ثلاث أقدام للتحويل من قدم إلى يارد نقسم على ثلاثة إذن عندي ثمنتعش قسمة ثلاثة يساوي ستة إذن الإجابة هي جيم أو بإمكاني عن طريق التناسب إذا كان الطالب غير متمكن نقول واحد واحد على ثلاثة طبعا هذا الواحد يارد هنا عندي بالنسبة للأقدام الأقدام ثمنتعش ثمنتعش وهنا يقول طبعا سيد نقول طبعا فنضرب واحد في ثمنتعش ثمنتعش ثلاثة في سين ثلاثة سين نقسم الثمنتعش على ثلاثة ويعطيني ستة سؤال عشرة ثلاثة أرطال يساوي فراغ أوقية الواحد رطل يساوي ستعشر أوقية للتحويل من رطل إلى أوقية نضرب في ستعاش إذن عندي ثلاثة ثلاثة ضرب ستعاش يساوي ثمانية واربعين أيضا بإمكاني أقدر عن طريق التناسب نقول له واحد على ستعاش عندي ثلاثة أرطال هذه الثلاثة كم أوقية فيها نضرب السين في واحد سين ثلاثة ضرب ستعاش يساوي ثمانية واربعين إذن السين تساوي ثمانية واربعين وهي قيمة الأوقية ننتقل الآن إلى فقرة 11 أكتب النسبة المئوية 150 بالمئة على صورة كسرة يدي في أبسط صورة 150 بالمئة هذه عندي 150 بالمئة بإمكاني اختصر صفر مع صفر يبقى عندي 15 على 10 بالقسمة على 5 للبسط والمقام فيها 3 على 2 3 على 2 طبعا هي تساوي 1 ونصف هذا طبعا كسر غير فعلي نحوله إلى كسر اعتيادي طبعا بإمكاني الكسر الغير فعلي 3 على 2 3 كم 2 فيها 1 1 2 2 نطرح 1 فنقول طبعا الناتج هذا هو الناتج حوله إلى كسر اعتيادي 1 وهنا طبعا راح يكون الباقي يمثل البسط وهذا راح يكون المقسوم عليه هو المقام 1 ونصف إذن الإجابة هي فقرة با ننتقل الآن إلى الفقرة الثانية عجر اكتب الكسر الاعتيادي 1 على 4 على صورة نسبة مئوية بما أن المقام الأربعة من قواسم المئة فبإمكاني أضرب الأربعة في عدد ويعطيني مئة فناخذ الآن كله 1 على 4 ضرب 25 وأيضا نضرب البسط في 25 1 في 25 25 4 في 25 مئة إذن يساوي 25 بالمئة الإجابة الصحيحة هي با 72 سانتي متر يساوي فراغ ملي متر الواحد سانتي يساوي 10 ملي متر للتحويل من سانتي إلى ملي متر نضرب في 10 72 ضرب 10 يساوي 720 إذن الإجابة الصحيحة هي ألف يبلغ ارتفاع شلال 979 متر فكم يبلغ هذا الارتفاع بالكيلومترات للتحويل من المتر إلى الكيلومتر نقسم على 1000 إذن نقول 979 قسم 1000 في حال القسمة على 1000 نحرك الفاصلة نضع فاصلة افتراضية على اليمين لا تؤثر على العدد بالقسمة على 1000 نحرك الفاصلة إلى اليسار ثلاث منازل واحد اثنين ثلاثة بتكون في هذا المكان إذن بيكون عندي الناتج 979 من 1000 إذن الفقرة الصحيحة أو الإجابة الصحيحة هي ألف أوجد 40% من 70 40% 40% تعني 40 قسمة 100 ضرب 70 نختصر الأصفار التبسيط 0 مع 0 0 لفص 70 مع 0 الثانية يبقى عندي 1 في المقا نضرب 4 ضرب 7 يساوي 28 إذن الإجابة الصحيحة هي ب 28 الفقرة السادسة عشر تعيش بعض أنواع السلاحف 120 عاما ويعيش التمساح 42% من هذه المدة فكم يعيش التمساح تقريبا كلمة تقريبا تعطيني الصلاحية بأخذ هذا الرقم إلى أقرب 10 42 قدرها إلى 40 فيصير عندي 40% نضربها في كم في 120 نختصر الأصفار صفر مع صفر الصفر الثاني مع الصفر يبقى عندي 1 في المقام 4 ضرب 12 يساوي 48 عام تقريبا إذن الإجابة الصحيحة هي با ننتقل الآن إلى السؤال أو الفقرة السابعة عشر النسبة المئوية ل 80 ريال من 160 الجزء على الكل 80 على 160 نختصر الأصفار القسم على 10 يصير عندي 8 على 16 8 على 16 بإمكاني يقسم على القاسم المشترك الأكبر وهو 8 8 قسم 8 1 16 قسم 8 2 النصف ال 2 من قواسم 100 أقدر أضرب في 25 أو عفوا في 50 ونضرب أيضا ل1 في 50 1 ضرب 50 50 2 ضرب 50 100 إذن يكون عندي 50% إذن النسبة المئوية ل 80 ريال من 160 هي 50% ما العدد الذي 25% منه يساوي 20 نحل طبعاً عن طريق القانون جيم على كاف يساوي نون على 100 النسبة هي 25 على 100 يساوي بعد كلمة من يأتي الجزء إذن هذا العشرين يمثل الجزء وعندي طبعاً الكل غير موجود كاف فنضرب أو نقدر نبسط قبل عملية الضرب 25 على 100 على 25 فيها 1 على 25 فيها 4 ثم نضرب الآن 1 ضرب كاف بهذا الشكل ضرب تبادل 4 ضرب 20 يساوي 80 إذن الإجابة الصحيحة هي جيم آلة حاسبة سعرها 60 ريال وخصم 20% أوجد السعر الجديد نقوم بضرب 20% في السعر الأصلي وهو 60 نختصر الأصفار 0 مع 0 0 مع 0 يبقى عندي 2 ضرب 6 يساوي 12 هذا طبعاً مقدار الخصم نطرح من السعر الأصلي نقول 60 ناقص 12 يساوي 48 إذن السعر الجديد هو 48 ريال فقر 20 مقدار الزكاة التي دفعها محمد لمستحقيها دفع 450 ريال فكم كان رصيده وقت دفعها كم كان عنده يعني أولاً عندي مقدار الزكاة 2 ونص بالمئة فإحنا المطلوب إيجاد كم كان عنده فنضرب هذا العدد في 100 للحصول على المبلغ الذي كان عنده محمد نضرب هذا العدد في 100 ونقسم على كم على 2 ونص إذن نقول لها 450 ضرب 100 قسم 2 ونص إذن بيكون عندي 450 ضرب 100 يصير عندي 45 ألف 45 ألف قسم 2 ونص بإمكاني طبعاً عن طريق القسم المطولة 45 ألف على 2 ونص الـ 45 كم 2 ونص فيها كل 5 فيها 2 ونص مرتين كم 5 في 45 9 9 ضرب 2 يصير عندي 18 إذن هنا بيكون عندي 18 ضرب يعطيني كم 45 ونرفع الثلاثة الأصفار إلى الأعلى إذن بيكون عندي 18 ألف المبلغ اللي كان عنده محمد هو 18 ألف والزكاء المستحقة لهذا المبلغ هي 450 طريقة إيجاد المبلغ هي بالضرب في 100 والقسمة على 2.5 لأي مبلغ كان هذا بالنسبة إلى السؤال الأول الاختياري ننتقل الآن إلى السؤال الثاني أضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة وافق 12 طبيبا من 20 على الاقتراح وافق 6 طباء من 10 على الاقتراح نسبتان متكافئتان طبعا إذا بسطنا هذا بالقسم على 2 صار عندي 6 نفس هذا إذا قسمنا العشرين أيضا على 2 صار عندي 10 إذن النسبتان متكافئتان إجابة صحيحة النسبة التي تقارن بين كميتين لهما وحدتان مختلفتان تسمى التناسب هذه خاطئة الخطئ تسمى المعدل في النظام المتري يعد الكيلوجرام الوحدة الأساسية لقياس الكتلة إجابة صحيحة الخصم هو القيمة التي تضاف إلى سعر السلعة الأصلي خطئ تخصم أو الزيادة هي القيمة التي تضاف إلى سعر السلع بإمكاني أقول له بدل كلمة الخصم علشان تكون العبارة صحيحة نقول الزيادة هي القيمة التي تضاف إلى سعر السلع الأصلي أو نقول الخصم هو القيمة التي تخصم من السعر الأصلي الوسيط للبيانات الوسيط هو العدد الواقع في المنتصف بعد ترتيب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر رتب الأعداد ثلاثة سبعة ثمانية تسعة أربعطاش عندي خمسة أرقام العدد الواقع في المنتصف هو الثمانية إذن العبارة صحيحة تمثل البيانات المنظمة في فئات يسمى التمثيل بالخطوط تمثيل عفوا تمثيل البيانات المنظمة في فئات يسمى التمثيل بالخطوط خطأ يسمى التمثيل بالمدرج التكراري طبعا إذا كانت ممثلة منظمة في فئات عددية تسمى المدرج التكراري العدد الذي يتكرر أكثر من غيره في مجموعة البيانات يسمى المنوال عبارة صحيحة المقارنة بين كميتين باستعمال القسمة يسمى معدل الوحدة خطأ يسمى النسبة المقارنة بين كميتين باستعمال القسمة يسمى النسبة المتوسط الحسابي للبيانات 7 18 32 يساوي 6 ليجاد المتوسط الحسابي لابد من جمع هذه البيانات 7 زائد 8 يساوي 15 15 زائد 10 25 زائد 3 28 زائد 2 30 30 قسمة كم عدد هذه البيانات 1 2 3 4 5 القسمة على 5 30 قسمة 5 يساوي 6 إذن الإجابة صحيحة أو العبارة صحيحة درجات سعود في 5 مواد 14 9 16 11 5 المدى للدرجات هو 9 كيف نوجد المدى؟ أكبر عدد وأصغر عدد نطرحهم من بعض أكبر عدد هو 16 أصغر عدد في البيانات هو 5 نقولها 16 ناقص 5 يساوي 11 إذن هذه العبارة خاطئة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر